دقلا وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإحساس بالمسؤولية ليس بكلمات راقصة نتشدق بها أو عبارات نزين بها حديثنا كلا الإحساس بالمسؤولية أداء لها وتفان من أجلها وقبل ذلك وبعده مراقبة الله سبحانه وتعالى عند القيام بها إن السبيل على أولئك الذين لا يعيشون هم المسؤولية إنما هم ينظرون إليها على أنها شرف يتقلدونه وليس أمانة يحملونها وكم هم مخطئون أولئك الذين ينظرون إلى أن المسؤولية غنم عليهم أن يكسبوه ولا ينظرون إليها على أنها أمانة سيحاسبون عليها ومن جليل المواقف التي تصور جمال الإحساس بالمسؤولية والأمانة ما روته زوجة الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قالت كان يقوم من الفراش متذكرا حاجة للرعية ويظل قاعدا حتى تبلل الدموع وجهه وتقول كنت أحن عليه وأضع الغطاء على جسمه وتمضي قائلة في ختام روايتها عنه يا ليت أنه كان بيننا وبين الخلافة بعد المشرقين فوالله ما رأينا سرورا منذ أصبح خليفة إننا عندما نرعى الأمانة والمسؤولية في عملنا وفي بيوتنا وفي إداراتنا إنما نحن نبني مجدا وعزا لهذا الوطن الغالي العزيز إن المسؤولية أن نتعاون ونتكاتف ونتضامن المسؤولية أيها الأحبة كلمة كبيرة علينا أن نعطيها حقها وأن نحترمها في أي عمل كنت فاعلم أن الله مطلع عليك فمن صدق عمله وأدى الأمانة وأعطى المسؤولية المنوطة بعهدته قدرها وحقها بارك الله له في عقله وبدنه وماله وأهله في حفظ الله دمتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديجلا وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر